الدكتور الرئيسوني أيضا في هذا الحوار الذي اختص به برنامج قصة اليوم يعني قام بتصريحات أو أدلى بتصريحات عن طريقة انتخابه نتعرف عليها ثم نستكمل الحوار مع الشيخ محمد الصغير الاتحاد عامل بمبدأ الانتخابات منذ البداية ولكن طبعا كان على رأس الاتحاد رجل لا يقبل الجدل في مكانته ورئاسته وإمامته فكانت الأمور تمر ببساطة فيما يتعلق بانتخاب الرئيس لأنه كان محل إجماع وله مكان ليست لغيره وله دور في هذا الاتحاد ليس لغيره الآن صارت الانتخابات أكثر تدقيقا وأكثر نظامية وأكثر قانونية هذا هو الجديد فتقدمنا خطوة كبيرة جدا فصار جميع المرشحين للرئاسة وإن كان هذه المرة لم يرشح إلا واحد وجميع المرشحين لمجلس الأمناء يعني يزكيهم مسبقا الذي يرشح لمجلس الأمناء يزكيه ويطلب ترشيحه ويرشحه على الأقل عشر من الأعضاء والذي يرشح لرئاسة الاتحاد على الأقل في البداية يرشحه عشرون عضوا ثم بعد ذلك تمحص هذه الترشيحات ومدى استفائها لشروط الموضوعة لكل ترشيح وبعد ذلك جاء دور الاقتراع السري المباشر ولكن أيضا كان هذه المرة اقتراعا آليا فوريا بحيث في الوقت الذي نصوت قبل دقيقة تكون النتيجة قد أعلنت ولذلك كما قلت في الكلمة الختامية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الآن هو المؤسسة العلمائية الوحيدة التي تأتي رئاستها بالانتخاب النزيح الشفاف السري وتأتي جميع مؤسساتها هكذا نحن كذلك انتخبنا الأمين العام في مجلس الأمناء وكان ذلك بالطريقة نفسها وبالاقتراع السري وأمين المال اختراع بالاقتراع السري الذي يقطع جميع الشكوك ولا حياء ولا حرز ولا خوف إلى آخره فإذا الآلية الانتخابية ترصخت الآلية الانتخابية الكاملة في جميع المؤسسات ترصخت في الاتحاد بكيفية أعتقد أنها لا متيل لها في صفوف العلماء وهيئاتهم في العالم الإسلامي